مقبرة جماعية لضحيا الزلزال مقبرة خاصة لضحيا الزلزال التي وقعت في هذه المنطقة التي اسمتها أنزال واد أنزال واد أنزال تقريباً يتوفر على مجموعة من الضواوير تقريباً 11 دوار هنا من بداية الواد الثال والناس المتضررين أكثر فأكثر واحد سبعة الضواوير لأن الضواوير ذهبوا عن آخرهم لم يبقى فيهم إلا الناس لعلى براء ولدتهم والناس لخارجين الناس مشوا والناس الكبار مشوا حتى ذهب الآن أئمة المساجد مشوا أئمة المساجد بأولادهم مساكن نقول الضوار مشى بالإمام ديالو ذهب بمسجده ودوره وإمامه هذه الناس سبحان الله أصبحوا كأن لم يغنوا بالأمس والعافية والذي نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الفاجعة وبهذه المصيبة العظمى التي ألمت بهذه المنطقة بالدات خصوصا بهذه المنطقة ليتابع القيادة تافين قلت والعمالة تارودانت تارودانت الشمالية طبعا هاد الناس بداية أنا انتحقت هنا أنا من للتوصل بالخبار بحكم أن جينا هاد الناس كنعرفوهم باسمتو ديال القرب لأننا نحن مجاورين لهم كنعرفوهم كنعرفونا الناس أنا بصفتي إمام وخاطيب مجلدي ممالك بولاد بن الحين معرفو عن الناس كاملين وجيت طوعت مع هاد الناس لقيد الناس ما زال تحت الأنقاط كي يجبدوهم وحضرنا الحالات حالات ما زال فيهم شوي ذا الروح ولكن توفوا في الطريق عاود رجعوهم والناس اللي يجبدوهم عاود جبدوه كي يجمعوا الضحي الضحايا ديالناس وخممنا أحد الفكرة مزيانة جيدة قلنا لم يجمعوا الضحايا تكون عليهم صلاة واحدة وتم الاتفاق على هذا الأمر هذا الدواء والخلين المجاورة جابوا الضحايا ديالهم وهالضحايا عبارة عن شيوخ كبار عجائز وأغلبهم نساء وصبيان أغلبهم نساء وصبيان جمعناهم تقريبا قول بدأت عمالية الإنقاذ من الفجر يوم السبت حتى العصر ديالها تم جمع ما يقارب تقريبا مية واربعين جد أي في قبيلة وحدة مية واربعين جد تم جمعها وتم نقلها إلى هذا المكان هذا المكان ليس مقبرة خاصة بالأموات وإنما هذا المكان ديال موليد أصحابه وإنما بعض الناس طوعوا يعطوها البقعة الأرضية لتكون خاصة بمقابر ضحايا الزلزل في هذه المنطقة الله يجزيهم بخير بالمناسبة وجبناهم لهذه المنطقة تتلمون الناس مع الصدمة الكبيرة التي تصدمون بها الناس والفاجعة الكبرى تحزمون الناس ومن سوى أن الناس أن الناس اللي هم ملقى الضول اللي فوق قسمته اللي هم مقربين طريق كينقلوهم بالأكتاف الرجل كيموت كينقلوا على الأكتاف لأن ما كينش في أنت أنت وصحبك الجوتة طريق ضيقة ما شيئا أنا وذوك الخراب وذوك الدور اللي تخربات وطاحت المهم أن الناس تكلفوا وعانوا الناس من الزعف حتى وصلوا للجوتات والجوتة تباقف التياب ديالها العادية اللي نعسوا عليها الناس وبقوا في الموانط ديالهم العادية المساكن الناس ما لا شاء الله حالة يرتع لها جمعوا من هنا وتجمعنا ودرنا صلاة جمائية صلاة جمائية للناس وجاء التراكس واحد المتطوع دار هذا الخنادق هذا الخنادق اللي كتشوفوا وكان دفنوا الناس شوية بشوية كلها خندق تقريبا غيهز واحد قمسين جوتة لأنه كان ديروا القضية ديال قبر القبر التنائي كان قبرو الناس جوج بجوج لأنه ما يمكنش نديروا واحد واحد إلى دلنا واحد واحد المساحة ما تقدشناه ولذلك اضطرنا ندعو مرة مرة رجل رجل زيادة الصيبيان كان نضعهم بناتهم الصيبيان ما حسبناهم كان نضعهم بنات الناس الكبار المهم الخندق من اللي كي يعمر عن آخره كان نرجع الخندق آخر مهمة تقريبا خمسات الخنادق تقريبا خمسين جوتة حتى كمنا ندفنهم تقريبا ندفنهم من المغرب من العاصر العمل الدفر بدأت من العاصر مباشرة نمور العاصر حتى المغرب من الدفر ومولتراكس هو اللي رجعتان التربع على ذلك الناس مباشرة قدرنا الدعاء نصرفوا الناس في انقاذ البقايا ديال الضحائر بقي الناس تحت الانقاذ ومتازلوا الناس باقي بالنسبة لها الضواوير القريبة اللي نحن اللي كي نحن اسميته السبال التربوري يعني امو زاز وهذا الناس تجبدوا البرح ذلك الشي اللي بقى تجبدوا البرح وتسمعان الناس حالة ما شاء الله الرائحة الكريهة كذا نسأل الله السلام والعافية تجبدوا الناس عاود تزادوا جوج خناديق هنا أنا ما حضرش البرح جاءوا الناس يدفنهم هنا صلى الله عليه ويدفنهم دابات الضواوير القريبة مننا ما بقواش الناس تحت الانقاذ بقوا الناس المرضى رمشوا كي اللي عنده جروح خطيرة كي اللي عنده الكسور على مستوى الضار على مستوى الرأس وكي ينجح ناس توفوا في المستشفى باقي ما زال ما ينقلوهم يقدر اليوم ينقلوهم ويجيبوهم باش يدفنوهم مع الضحايا مع الاخوان ديالهم ونطلب الله سبحان و تعالى ويعطي الصبر الاهل ديالهم ونطلب الله عز وجل بهذه المناسبة بهذه المنبار عبر هذه المنبار وعبر هذه المرآة سأل الله سبحانه و تعالى كنت تعزوا فيهم جميع نعتبرهم أسار لنا وعائلة ديالنا الحمد لله ما شغل هذه الناس لماتوا اليومين لماتوا الوطن كامل وماتوا المغاربة كامل وماتوا المسلمين في كل مكان نقدموهم التعازي الحارة والمواساة ديالنا القلبية نقول لهم جميعا أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لأموتكم سأل الله الناس لبقي الله يرزقكم الصبر جعلهم الله من الصابرين الراضين المحتسبين بقضاء الله وقدره لا نقول إلا ما يرضي ربنا إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا يقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراق إخواننا وأخواتنا في كل مكان لمحزونون سواء في هذه المنطقة سواء في منطقة الحز هذه فجعة كبرى ألمت بهذه المنطقة قدر الله ما شاء فعال والحمد لله كل شيء المؤمن يصاب نسأل الله سبحانه وتعالى باش تعوض وأن يجعلهم إن شاء الله متضامين المتحبين وكأن شكروا الناس اللي جابوا التبرعات وجابوا المساعدات الله يجزيهم بخير الأسر اللي جاءوا من الضربة وجاءوا من الربات جاءوا من أي منطقة من المناطق المغرب الله يجزيهم بخير والله يقتر خيرهم والله يخرف عليهم جابوا الناس الأفريشة وجابوا الأغطية وجابوا الطعام وجابوا الشراب رأى الإنسان إلى دعمك معنويا أكثر من دعمه ماديا نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يبارك في الجميع المتطوعين للطوع وفي الإنقاذ وفي الإغاثة ديالناس الله يجزيون بخير وحد عدد دير الشباب يعدون بالمئات نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يرزقهم الصحة والسلام العافية وارزقهم ولدتهم يا رب العالمين تضمتي سوا الناس تضمرها سوا لا فرق بين هذا ولا هذا كي اللي مشتلي العائلة دياله عن آخرها ما بقى في العائلة إلا هو بوحده سيكا أقول لي البارح بس نعلى واحد هاشرين لنا البارح هذه القريبة بالضبط